وسنة 1952 شهد الزيارة الأولى لواحد من أهم الشخصيات اللي أثرت في قلوب الأهلوية وكتبت اسمها بحروف من نور في تاريخ النجوة الشخص ده هو الأمير عبدالله الفيصل واحد من أبرز رموز الأهلي ومحبيه وداعميه الأمير عبدالله الفيصل هو الإبن البكر للملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز السعود ومن موليد الرياض سنة 1922 وتولى العديد من المناصب منها مساعد نائب الملك على الحجاز ووزير الصحة ووزير الداخلية وكان لودور بارز في النهود بالحركة الرياضية في المملكة العربية السعودية وساهم عام 1954 في تأسيس الاتحاد السعودي لكرة القدم للإشراف على تنظيم المباريات تحت مسمى اللجنة العليا لاتحاد كرة القدم وساهم كمان في انضمام السعودية لعضوية الاتحاد الدولي لكرة القدم الوال فيه بعد وكانت مساهماته الأكبر في تنظيم مسابقات كرة القدم بالمملكة ويعتبر من كبار شعراء المملكة العربية السعودية غناله كبار المطربين غنت لأم كلسوم ثورة الشك أكاد أشك في نفسي لأني أكاد أشك فيك وأنت مني وأغنيت من أجل عينيك عشقت الهوى وغنت فيز أحمد أغنيت يطير أما عبد الحليم حافظ فغناله الأغنية الشهيرة أياميها صمراء يا حلم الطفولة وأغنيت يا مالكا قلبي ولأن الأمير عبدالله الفيصل كان عاشق للنادي الأهلي كتب أصيدة من أجمل القصايد اللي كتبت في حب النادي الأهلي كتبها بمناسبة اليوبيل الزهبي للنادي سنة 1957 الأصيدة دي هنتكلم عنها تفصيليا لما نوصل لاحتفالات اليوبيل الزهبي سنة 1957 الأمير عبدالله الفيصل ما كانش عاشق للأهلي وبس ده كان عاشق لمصر كلها حتى إن كتير من المصريين كانوا بيقولوا عليه أمير سعودي بروح مصرية وتوفي بمدينة جدة 8 مايو 2007 عن عمر 84 سنة وفي نظر